حقول النفط شريان الاقتصاد الليبي تشهد إغلاقات جزئية ومتلاحقة على خلفية خصومات سياسية ومناطقية بعد إغلاق حقل الفيل النفطي أغلق محتجون حقل الشرارة وهددت مجموعة أخرى بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ مثل الزويتينة وحقل السدرة وحقل لبريغا وميناء رأس لانوف مع دعوات إلى توسيع الاحتجاج ليشمل إغلاق الحقول النفطية في المنطقات الجنوبية الإغلاق الأخير لحقل الشرارة بحسب ما أعلن أعيان ومكونات مدينتي أوباري ووادي الأجال جاء تضامنا مع قبيلة الزوية للإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري وجميع السجناء في طرابلس القبيلة كانت اتهمت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة ومحافظة مصر في ليبيا المركزي بحادثة خطف الوزير أثناء زيارته طرابلس محملين النائب العام عواقب هذا الاختطاف بعثة الأمم المتحدة دانت اختطاف بومطاري في معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول معلنة في بيان أن هذه الأعمال من شأنها أن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبلية كما انتقدت البعثة إغلاق الحقول والموانئ النفطية كرد فعل مؤكدتا أنه يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي إغلاق حقل الشرارة أدى بحسب مصادر نفطية إلى فقدان قرابة 300 ألف برميل رقم له دلالاته إذ تعد الثروة النفطية حاملا للاقتصاد في ليبيا ولا يمكن فصل الصراع عليها عن الصراع السياسي القائم في البلاد لا سيما مع تصاعد التصريحات حول قضية التوزيع العادل للموارد النفطية والبحث عن آلية تتفق عليها الأطراف لإدارة الإنفاق العام شكرا